ملتقى العلمي ملتقى العلمي ملتقى العلمي الذي يحمل عنوان تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر في المؤسسات التعليمية والهدف طبعا من هذه الفعالية هو نقل الخبرات المتعلقة بالتسامح والتعايش وقبول الآخرين إلى المؤسسات التعليمية اليوم نحن نعيش في عصر متأثر بالكثير من العوامل الخارجية تحصين البيئة المدرسية من خلال مثل هذه المشاريع وهذه الندوات التي تهدف إلى تدريب المختصين من أجل نقل هذه الخبرات إلى الميدان التعليمي هو أمر مهم للغاية أنا في الواقع أود أن أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المنتدى وتحديدا مركز البحوث التربوية بدورة الكويت الشقيقة هذا الملتقى يعني يقدم مادة دسمة وتوعوية ويناقش فيه دليل قام المركز العربي البحوث التربوية بدورة الخليج في تطويره هذا الملتقى يعني يتضمن أربع محاول أساسية المحور الأول محور السياسات التعليمية يناقشها بمناقشة تامة وكذلك محور الممارسات التعليمية الموجهة للمعلمين والتربويين والمحور الثالث هو محور تعزيز هذه القيم وتضمينها داخل المناهج هذا الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور قيم التسامح وأهميته في المجتمعات الخليجية والدور البارز للمؤسسات التعليمية في صدد تعزيز هذه القيم هذه ليست أول مرة مشاركة ولكن المشاركة يمكن في هذا المفهوم الحمد لله يمكن أخيرا بدأت وجود مثل هذا الدليل يمكن النجاح بيكون أكثر وأكثر بدأت الدول تهتم في هذا المفهوم الحمد لله في الإمارات الرسالة من فترة موجودة عندنا وزير للتسامح عندنا وزارة للتسامح عندنا مفهوم مغروس في كل وزارة وفي كل مؤسسة ولهذا يعني يمكن نجاح كبير كان في الإمارات قيم التسامح وقبول الآخر هي من أهم القيم والمبادئ التي يقوم عليها شعوب مجلس التعاون في تعاملاتهم مع بعضهم وكذلك في تعامل مع الشعوب الأخرى ولذلك يأتي هذا الملتقى الذي يضع مجموعة من الأسس والأطر الخاصة به وضع ممارسات خاصة في العملية التعليمية للقيم التسامح وكذلك يعزز من نبذ الجوانب السلبية التي تقع خلافا لقيم التسامح وقبول الآخر من العنصرية ونبذ الآخر وغير ذلك ولمؤسسات التعليم في مملكة البحرين دور هام في تعزيز التسامح وقبول الآخر وهو ما يتجلى واضحا فيما تطرحه وزارة التربية والتعليم من برامج تعزز في نفوس الطلبة هذه القيم لتكون منهاجا راسخا في حياتهم ومستقبلهم ولأن التسامح أمر في غاية الأهمية يأتي هذا الملتقى إلى تسلط الضوء على أهمية قيم التسامح وقبول الآخر بتعزيز وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها وإبراز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في هذا الشأن يمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر